كشفت الفنانة اللبنانية نادين جيم عن هوية خطبها بعد تعرضها لهجوم بسبب ظهرها معاه وده كان في أحد الملاهي الليلية وعلقت نادين على الفيديو المسير للجدل اللي ظهرت فيه وأوضحت إن الشخص اللي ظهر معاها في الفيديو هو خطبها ومن حقها كمطلقة إنها تعيش بحرية وقالت من خلال منشور على إنستجرام يلي عم يحاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي يقول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلأ بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حاسكم مرة أخرى يعيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة مثل ما بتقولوا بس هالشيء ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة بعدكم مفكرين إنه بها الطريقة بخسر ولادي وبتتمنوا لي أخسروا ادفعوا على تربيتكم وما حد بهديني بيفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبار القانون أنا امرأة مطلقة حرة وبحق اللي يعيش وحب واتزوج خلصنا بقى منكم عيب عليكم موسيقى